السابع عشر اكتوبر اليوم الاسود لا يمكن ان يقترن الا بالجريمة الشنعاء التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ما يقاربه اربعمائة جزائريين راحوا ضحايا المجزرة بعد ان اعتقل العدو عشرات الالاف فقتل العشرات رميا بالرصاص ورمى بالعشرات مكبلية الايد والارجل في نهر السين احنا عند القانونيين هذا اليوم 17 اكتوبر 2021 نسمي واحد جريمة ضد الانسانية جينوسيد وهذه كانت مبيتة ومحاولة القضاء على العرق العربي المسلم من طرف المرؤوسين اللي هو هذا بابا والسفاح وايضا الدولة الاستعمارية باعتبارها كانت موافقة على هذا العمل لم يكفي العدو جرائمه على امتداد مساحة الجزائر فراح يرسم ابشع صور لا انسانية على ارضه باريس بكل الوحشية التي قابلتها فقط سلمية الجزائريين وحناجرهم بعد ان خرجوا ذات ثلاثاء من عام 61 للتنديد بالقرار الذي اصدره المجرم موريس بابون القاضي بحظر التجوال في حق الجزائريين العدو حس بان النضال انتقل حتى العقر ضاره في باريس وبالتالي الحركة النضالية اللي قام بها المهاجرين عن ذاك الجزائريين المتواجدين بفرنسا على اساس انهم فرنسا اللي تدعي الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان تمنع التجوال وباعتبار ان الجارية كانت منظمة وهذا التنظيم تحت اللواء الفيدرالية الجزائرية الجبهة التحرير وكانت الامور على اساس ان تجوال يعني العالمي لحقوق الانسان ما يمنعش اي مواطن واي انسان من حرية الحركة وحرية التحرك وفي كل موعد تاريخي يتجدد مطلب الاعتراف والاعتذار عن جملة الجرائم المرتكبة في حق شعب اعزل رفعت قضية امام قاضي التحقيق الفرنسي وعلى اساس انها ضد موريس بابون القضاء الفرنسي انذاك صدر امر بانتفاع وجه الدعوة واشنهي الحجج الحجج في تقريبا تلت حيتيات من هيقولك باللي ان الجريمة ضد الانسانية انذاك هذاك الوقت فرنسا ماكنش تعترف بها للدول الدوتر مير اللي هي ما وراء البحار مستعمراتها اعتبرنا ان الجريمة ضد الانسانية لا تعرف التقادم وانها تبقى سارية المفعول قد ما يكونوا الضحايا اللي طالبوا بحقوقهم تسعة وخمسون عاما بعد الذكرى ما يزل سجل العار الاستعماري مفتوحا على مصرعيه رافضا التكفير عن ذنبه ولو بجزء مما اقترفه في ذلك اليوم وطيلة مائة واثنين وثلاثين عاما موسيقى موسيقى موسيقى